20 يوم تفصيل تونس على احتضان القمة اليابانية الافريقية تيكا 8 قصر المؤتمرات الذي سيستقبل هذا الحدث أوشكت أغلب الأشغال به على الانتهاء حيث جهز بكافة المعدات الحديثة إلى جانب توفير قاعات للقاءات الثنائية بين رؤساء الدول ولأهمية الحدث الدولي والذي استوجب تدخل عديد الأطراف قام عدد من الوزراء بزيارة تفقد للوقوف على تقدم الأشغال وجاهزية الفضاءات لاستقبال الوفود من مختلف الدول حيث تم معاينة المقر الرئيسي للقمة إلى جانب التحول إلى مدينة الثقافة التي ستحتضن الفعاليات الجانبية لهذا المؤتمر من قاعات وفضاءات للصحفي ومختلف التجهيزات المتوفرة لتأمين عمل الصحفي المواقع ذاتها التي ستستقبل ندوة توكيو الدولية الثامنة حول التنمية في إفريقيا كانت أيضا محل متابعة من صفراء عدد من الدول الإفريقية والبعثة اليابانية بتونس وتعد ندوة توكيو الدولية منصة فردة للقاء صانعي القرار الرئيسيين في اليابان والدول الإفريقية وينتظر أن يشارك فيها حوالي 300 شركة من اليابان وتونس وبقية الدول الإفريقية ويعمل مؤتمر تيكاد على تعزيز الحوار رفيع المستوى بين القادة الأفريقى وشركائهم بشأن القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتشارة والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن البشري والحوكمة فضلا عن دمج الأولويات الإفريقية في جداول أعمال التعاون الدولي للشركاء والمانهين وحجد الدعم لمبادرات التنمية في إفريقيا